يعتبر التهاب لسان المزمار مرضاً يهدد حياة المريض يحدث عند تورم لسان المزمار حتى تفهموا التهاب لسان المزمار عليكم أن تعرفوا ما هو لسان المزمار ما ترونه هنا هو لسان المزمار وهو أشبه بغطاء صغير يحمي مجرى الهواء ترون هنا مقطعاً عرضياً لفهم كيف يبدو مجرى الهواء من الداخل هذا الحلق هنا وهذه القصبة الهوائية هذه الحنجرة هنا وتعرف أيضاً باسم المزمار وهنا الحبال الصوتية وفوقها يوجد لسان المزمار كما قلت في البداية لسان المزمار موجود لحماية مجرى الهواء عند الأكل أو عند الشرب افترضوا أن هذا الشخص يشرب الماء يدخل الماء إلى الفم حيث يوجد اللسان هنا وهنا صقف الفم وهنا لهات الحلق أنتم لا تريدون أن يدخل الماء في مجرى الهواء أثناء نزوله وإلا سيبدأ الشخص بالسعال ومن المحتمل أن يصاب بالتهاب وتضرر أنسجة الرئتين لو دخلت البكتيريا مع الماء لذلك عند البلع تنزل هذه السديلة إلى الأسفل لتحمي مجرى الهواء وذلك يحمي مجرى الهواء ويحمي الرئتين من الماء أو الطعام أو أي شيء ويمنعه من الدخول إليه ماء بالتالي عند البلع ينزل الماء في الفتحة الصحيحة وهي المريء انظروا إلى هذا الرسم هنا من زاوية أخرى مجدداً هذا لسان المزمار هذه الحبال الصوتية هنا سأضع دائرة حول لسان المزمار هنا لديكم ما يعرف باسم الثانية المزمارية تحت اللسان الثانيات المزمارية تحت اللسان هي تلك الثانيات الصغيرة على الجانب التي تربط لسان المزمار بهذه المنطقة هنا سميت الثانيات بهذا الاسم لأنها تنزل حيث يكون الغدروف الهرمي سأضع دائرة على الغدروف الهرمي تجدر الإشارة أن الغدروف الهرمي يتحكم بالحبال الصوتية إنه في الواقع يضبط إغلاق الحبال الصوتية نفسها لزيادة حماية مجرى الهواء أما هذا الرسم بالأسفل هنا فهو مقطع رأسي للنظر إلى الحبال الصوتية من هذه الزاوية ترون هنا لسان المزمار الذي هو هذا هنا على الجانبين هنا في الأسفل الثانيات المزمارية تحت اللسان سأرسمها هنا أيضا أكرر لكم هذا حتى تفهمون بشكل أفضل كيف يبدو لسان المزمار ومجرى الهواء السليمين لأن ما يحدث في التهاب لسان المزمار أن لسان المزمار يتورم بشكل كبير لدرجة يسد فيها مجرى الهواء فبينما كان سديلة صغيرة من قبل يتورم ويصبح حجمه كبيراً ويمنع الهواء من الدخول عبر القصبة الهوائية لم يكن هناك أي علاج لالتهاب لسان المزمار قديماً قبل اكتشاف المضادات الحيوية في القرن العشرين لكن من المثير للاهتمام أن أحد الأطباء اقترح أنه يمكن فتح مجرى هوائي جديد عن طريق شق الجلد في الغضروف بين الغضروف الهرمي والغضروف الحلقي لعمل فتحة في مجرى الهواء للسماح بالتنفس ويعد هذا النوع من العلاج مقبولاً في أيامنا هذه ويعرف باسم بضع الغشاء الحلقي والدرقي يمكن لالتهاب لسان المزمار أن يكون خطيراً جداً وبالأخاص لدى الأطفال لأن مجرى الهواء لديهم أصغر لذلك فإن أن يتورم إضافي يمكن أن يسد مجرى الهواء بشكل أكثر خطورة يعاني المريض بالتهاب لسان المزمار من أعراض شديدة جداً حيث قد يعاني من التهاب الحلق بالإضافة إلى الحمى ومن المحتمل أن يكون صوت المريض خافتاً لأنه يتكلم بصعوبة لأن لسان المزمار ملتهب وعادة ما يميل المريض حلقه إلى الأمام محاولاً الحديث دون أن يتسبب بالكثير من الاهتزاز لهذه المنطقة لذلك يكون صوته خافتاً ويفعل المرضى ذلك لتجنب الألم الذي يصيبهم في حلقهم قد يواجه المريض صعوبة في البلع مما قد يؤدي إلى سيلان لعابه بسبب تراكمه هناك عارض آخر يمكن أن يظهر ويعرف باسم الصرير يوصف الصرير بأنه صوت موسيقي أثناء الشهيق لذلك عندما يأخذ المريض شهيقاً كما يبين الرسم يحاول الأكسجين الدخول إلى مجرى الهواء ولأن المجرى ضيق يصدر الهواء ذلك الصوت الموسيقي أثناء مروره هذا أشبه بمحاولة التصفير فعندما يضم الشخص شفتيه فإنه يعمل على تضيق مجرى الهواء ما يتيح للهواء إصدار ذلك الصوت عند الشهيق يكون لدى المريض صرير شهيقي ويبدو صوته هكذا ذلك لأن مجرى الهواء أصبح ضيقاً ولا يمكنه إصال الهواء إلى رئتين بالطبع هذه حالة طارئة ويجب أن ينقل المريض المصاب بالتهاب لسان المزمار إلى قسم الطوارئ على الفور لأن التورم قد يتفاقم ويغلق مجرى الهواء بالنهاية مؤدياً إلى توقف الرئتين بالتالي عند مجرد ظهور أعراض صعوبة البلع وسيلان اللعاب والصرير فإن عليكم التفكير بالتهاب لسان المزمار يمكن لكل هذه الأعراض أن تتطور في غضون بضع ساعات من بداية الحمى وقد يكون الأمر خطيراً ويجب التعامل معه بجدية بذلك نكون قد أنهينا درس اليوم